السلام عليكم محبي قناة سبور فيديو لا زال زلزال ميسي الذي ضرب جدران قلعة الكامبنو يخلف العديد من ردود الافعال خوان غاسبرت الرئيس السابق لبرشلونة علق على طلب اليون الميسي الرحيل عن البرسا هذا الصيف غاسبرت قال في تصريحات لراديو ماركا ميسي لا يمكنه الرحيل يتعين عليه المغادرة في العام المقبل فقط واضاف غاسبرت لقد رأيت العقد وهو واضح للغاية حيث ان البند انتهى في شهر يونيو حزيران ولا يوجد مجال لاعادة تفعيله وتابع غاسبرت افضل ان يغادر ميسي النادي في العام المقبل مجانا على ان يرحل الان باقل من 700 مليون يورو ووصل الرئيس السابق لبرشلونة قائلا النادي الان من لديه السلطة وليس اللاعب وهذه ليست مسألة مال لان هناك عقد موقعا وهذا كل شيء قبل ان يضيف قائلا احب ميسي كثيرا لكني احب برشلونة اكثر لذا دعه يدفع الشرط الجزائي انهم سبق ان غدروا به يوما ما وفعلوا ذلك مع فيغو وانهى غاسبرت حديثه مع راديو ماركا قائلا اذا غادر ميسي بمقابل اقل من الشرط الجزائي سيكون الامر اكثر اذلالا من الهزيمة بنتيجة ثمانية مقابل هدفين كما لا ينبغي ان ينسى اليونيل ان الجماهير تحب برشلونة اكثر من اي لعب اذا مشاهدي قناة بورفيديو كان هذا ملخص ما قاله خوان غاسبرت الرئيس السابق لبرشلونة في حديثه عن مطالبة ميسي الرحيل عن البرسة هذا الصيف اود احبة الكرام بنسبة لعشاق المصادر هناك من سيشكك سيقول ان هذا كلام لم يقله غاسبرت او اننا نفتري او نكذب لذلك احبة الكرام انا تعمدت الدخول مباشرة الى الموقع الرسمي للماركا مصدر الخبر الذي نشرناه في الفيديو للوقوف على صدق ما قلناه فغاسبرت الرئيس سابق تحدث فعلا الى ماركا وقال ما قاله عن ميسي وعن طلبه مغادرة برشلونة هذا الصيف يمكنكم العودة الى الخبر وسننشر الرابط وسنضعه في الوصف رابط هذا الخبر في الوصف في كل راغب في التأكد مما قلناه ونعلم يقينا ان كثيرين بل الغالبي العظمى من مشاركي القناة ومشاهديها يثقون في صدق ما ننقله من اخبار لننا دائما نتحرى الصدق وهذا ما نطلبه من الجميع اتحرى الصدق خاصة في هذا الموضوع موضوع ميسي الان هو موضوع الساعة ستكتروا الاخبار الكاذبة والاشاعات والكثير من القنوات سامحهم الله سينقلون كل شيء للرفع من المشاهدات لكن نحن نثق في كل مشاركين وكل احباء القناة انهم لن يتتقوا باي شيء يجب عليهم دائما تحرى الصدق فكاسبرت قال ما قاله فعلا وما نشرناه في هذا الفيديو نتمنى فعلا دائما ان نحافظ على هذا المسار مصار التحري تحري الصدق والمصداقية في نقل الاخبار ونرجو منكم ان تواصلوا متابعتنا وتشجيعنا لنواصل المزيد ان شاء الله ونشر المزيد من الفيديوهات نشكركم على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة